سؤالك الثاني كنت بتشتري حاجات وبتقولي الأصحابة مثلا يبقى لك مثلا جنيه اتنين جنيه اي مكان وبتقولي وربما يكون اكتر من حد وانا مش متذكرة بالزبط مين اللي بقيله عندي حاجات ومش متذكرة حتى الاشخاص الانسان عشان يسد الشيء اللي عليه لو حضرتك متذكرة الاشخاص حالك ممكن تمسكي كده ورقة وتبتدي تكتبي اللي تتذكريه اكتبيه بحيث اللي تسديت بيعلمتي عليه انه ده تم اكتبي كده من ذاكرتك ربما انك تتذكرين وبعدين ترجع لهم ما تبقى لهم طيب لو انا لم اتذكر الاشخاص فزمة حضرتك ان شاء الله بريئة لكن بنقول حاجة نعملها كده فاذا كنت انا تقريبا فاكرة حقوق الناس دي ايه لكن مش فاكرة الناس مثلا او ان انا مش متعين عندي بالضبط فاطلع كده مبلغ لله على عنية اصحابه يا صاحبة السؤال لكن المتذكرات طلعيله يا ست متسنين